ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الحاديات والخمسين لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة قدم لواء دكتور اسماعيل كمال المحافظ اسوان التهنئة لرجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بمقر قيادة قطاع اسوان العسكري حيث كان في استقباله العميد حامد عبدالغني قائد القطاع بجانب قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية رفق المحافظة القيادات الجامعية والدنيا والتنفيذية ومن جانبه قدم دكتور اسماعيل كمال التهنئة باسم شعب اسوان وجميع اجهزته على كافة المستوى الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري وابناء اسوان بهذه الذكرى الغالية مؤكدا ان القوات المسلحة المصرية قدمت وتقدم اروع البطولات والتضحيات من اجل الوطن واشار محافظ اسوان الى ان حرب اكتوبر ستظل انجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعتزاز لنا لما قام به رجال القوات المسلحة المصرية البواسل من تحقيق اعظم الانتصارات الحربية وسطروا خلالها بطولات وامجاد خالدة امد الدهر ليظلوا الدرع الواقي لمصرنا الغالية على مدار التاريخ دعين الله عز وجل ان ينعم دائما على ارض الكنانة بالامن والامان والاستقرار لتحقيق المزيد من الانجازات داخل الجمهورية الجديدة وفي نهاية اللقاء قام محافظ اسوان باهداء درع المحافظة لقائد القطاع العسكري تقديرا لهذه المناسبة الغالية ترجمة نانسي قنقر